أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الحامد الصباح اليوم اهتمام القيادة العسكرية بالقوة البحرية لمواكبة التطور والتقدم والمحافظة على التمييز بين نظرائهم في المنطقة حديث الوزير الخالد جاء خلال زيارته لقاعدة محمد الأحمد البحرية بمناسبة وصول سفينة صبحان حيث أوضح أن امتلات مثل هذه السفينة سيدعم قدرات القوة البحرية ويساهم في رفع درجة الاستعداد والجاهزية للقيام بالواجبات المناطبها لحفظ أمن واستقرار الكويت في إطار تطوير قدرات القوة البحرية والمحافظة على التمييز بين دول المنطقة بهدف القيام بالواجبات الوطنية على أعلى المستويات تسلمت وزارة الدفاع سفينة الإنزال صبحان بطول 42 مترا استلام سفينة جديدة للقوة البحرية سفينة الإنزال صبحان والتي قد تم بنائها في دولة الإمارات العربية الشقيقة بشركة أبو ظبي لبناء السفن وهذه السفينة طبعاً راح تكون إضافة جديدة للقوة البحرية للجاهزية القتالية أبدأ معالي اهتمامه الخاص في تطوير قدرات القوة البحرية لتصل إلى مستوى الحديث خاصة مع تطور الأحداث الأقليمية والدولية سبحان أولى السفن ضمن العقد المبرم بين وزارة الدفاع وشركة أبو ظبي لبناء السفن والذي يشمل خمسة قوارب إنزال تم استلامها والسفينتي بطول 64 متراً يتم تسليمها قريباً هذه السفينة من ضمن عقد مبرم بين وزارة الدفاع الكويتية وشركة أبو ظبي لبناء السفن اللي يتضمن بناء ثلاث سفن إنزال وخمس قوارب إنزال طبعاً احنا في القوة البحرية استلمنا في بداية هذه السنة خمس قوارب إنزال واليوم نستلم الدفعة الثانية اللي هي سفينة إنزال 42 سبحان وإن شاء الله احنا في المستقبل القريب خلال الشهرين أو ثلاثة شهر الجاية إن شاء الله رح نستلم السفينتين الكبار اللي من ضمن هذا المشروع اللي طولها تقريباً 64 متر القوة البحرية لا تتوانى عن تأدية معامها وواجباتها من خلال حث منتسبيها على بذل الجهد والمشاركة في التمارين المتنوعة والمشتركة مع وحدات الجيش المختلفة حسن من غيام تلفزيون دولة الكويت